ما بين فيضانات وبراكين وحرائق تستمر تداعيات التغير المناخي في الظهور حول العالم فوباء كورونا لم يكن الكارثة الوحيدة التي شهدها انطلاق عام 2020 حيث شهد اليوم الأول من العام الجاري غرق أجزاء من العاصمة الإندونيسية جاكارتا بعد هطول أمطار غزيرة ما أدى لمقتل العشرات ونزوح الآلاف أستراليا بدورها وتحديدا العاصمة كامبيرا تعرضت لموجة من حرائق الغابات في يناير الماضي وصفت بالأسوأ تاريخيا ما دفع السلطات الأسترالية لإعلان حالة الطوارئ أما العاصمة الروسية موسكو فشهدت خلال العام الحالي تسجيل أدفع يناير في تاريخها وتحديدا حول صفر درجة مئوية وفقا لخبراء الأرصاد الجوية الروس نحو 360 مليار جرادة اجتاحت منطقة غرب أفريقيا في فبراير الماضي لتقضي على مئات الآلاف من الأراضي الزراعية في هجوم وصفته منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة فاو بالأشرس من نوعه منذ عام 1989 عشرات القتلى خلفتهم عاصفة قوية هزت ولاية تينيسي مطلع مارس الماضي ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مدينة نجبيل ليتفقد الوضع بنفسه يبقى كل هذا مجرد نقطة في بحر الكوارث البيئية التي شهدتها الأشهر الأولى من عام 2020 بالإضافة إلى كوارث أخرى شهدها النصف الثاني من العام الذي شارف على الانتهاء ورغم كل هذا لا يبدو أن عام 2021 سيكون أفضل حالاً مع إعلان عدة منظمات مناخية أن توقف عجلة الإنتاج الصناعي بسبب كورونا قلل من تدعيات الاحتباس الحرارية ومع بدء انتشار لقاحات الوباء يزداد القلق من تفاقم الأزمة المناخية خلال العام المقبل